السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب معكم احمد العربي من ميدانة مايكروتيك افريكيا وجربنا على الفيسبوك مايكروتيك افريكيا بنرجو من الاعضاء من ضمم للجروب وعمل مشاركة الميدانية كي يشاهدها الاعضاء الجدد شرحينا ان شاء الله اندر ده شرح برنامج مهم جدا جدا يفيد اصحابي الشبكات في مصر ووطن العربي برنامج اسمه بنج خاص بالموبايلات وخاص بانزمة الاندرود من خلال البرنامج يا شباب اقدر اعمل على اي قطعة روتر بورد معك في الشبكة اي جهاز من شركة نانو ستيشن لوكو بيكو اي اكسس بوينت او اي جهاز عندك في الشبكة بتقدر تدخل بتاعه في البرنامج وبنقدر نتحكم ونشوف بتاعنا نشوف مشاكل كتيرة جدا جدا بنقابلها كأصحاب شبكات طبعا الموبايل معك بيكون في اي وقت طبعا موبايل طبعا سهل الاستخدام سهل ان انت تشتاله في جيبك طبعا الموبايل في كل مكان بيكون معنا غير اللاب توب خلال الموبايلة شباب طبعا هنقدر نتحكم في كل حاجة معنا الوين بوكس الخاص بسيرف المايكرو تيك برنامج البنج معنا برنامج خاص بيوبو كوتي واجهزة يوبو كوتي برنامج يبدأ ان هو يبحث عن المكانات ادريس والايبات الخاصة بالقطع اللي انت رابط عليه طبعا برنامج بنج مفيد جدا جدا كأصاحب شبكة او اي شخص عادي عنده بعض الاجهزة موجودة في الشركة بتاعته من خلال البرنامج نقدر نعمل بنج على الاي بي عندك لوك عايز شوف البنج طبعا قلنا البنج دو بيفيدنا في حاجات كتيرة جدا جدا طبعا قلت البنج اول حاجة ممكن بيفيدناك اصحاب شبكات بتقدر انت تشوف الكتعة دي هل بالفعل ربطة هل فصلة فيها مشكلة طبعا البنج بيفيدناك اصحاب شبكات تاني بينك وبين السيرفر الرئيسي بتقدر تشوف عليه فيه لود او ضغط على السيرفر الرئيسي طبعا بتقدر تشوف البنج على الرواطر الخاصة اللي هي بشركة تي داتا او شركة فودافون او شركة لينك او اي شركة اتصالات طبعا بتقدر تشوف عندك في مشاكل بينك وبين الدي اس ال طبعا البنج بيكون عالي طبعا بيكون في مشكلة في الانترنت طبعا البنج اما يكون منخفض بيكون الانترنت سهل وجميل وفي ما فيش فيه اي مشاكل طبعا قلت البنج فيديته حاجات كتيرة جدا جدا يا شباب قلت بتقدر تعمل البنج على المواقع الرئاسية زي الفيسبوك او زي الجوجل طبعا بتعمل بنج على بعض الدي ان اس الدي ان اس الخاص بشركة جوجل بنورتن اي دي ان اس قلت البنج هو وسيلة ربط جميلة ما نقدرش يعني نستغنى عنها يا شباب فلازم يكون معاك البرنامج دوت ولابد الناس كلها تجرب البرنامج الجميل اللي هو برنامج بينج طيب تعالوا نشوف البرنامج طبعا بنزل من على الموبايل من على المتجر او جوجل بلاي بنقدر ننزله البرنامج ازا ما انتم شايفين الصورة بتاعت البرنامج يا شباب بدانا نفتح البرنامج مع بعض طبعا مع موجود عندك في الهوست اللي هو وما عندك طبعا قلت البرنامج سهل وبسيط جدا جدا بيبدأ ان هو يخزن بعد الاي بيهات ادرس معاك بتخزن بعد الاي بيهات لو عايزين نضغط عليها مباشر بدون احنا كل شوية نكتبها ولا حاجة تمام من خلال الاي بيه ادرس ببدأ اضغط على قائمة ستارت بأضغط على قائمة ستارت زي ما احنا شايفين بيبدأ ان البنج يشتغل معايا زي ما انتم شايفين واحد ميلي ساكن طبعا قلت البنج شغال كويس جدا جدا من علاء الموبايل زي ما احنا شايفين طبعا القطع الموجودة معايا ديت هي راوتر بورد طبعا من خلال راوتر بورد بقدر اشوف الدنيا فيه ايه عند مشاكل عند اي حاجة تانية طبعا لو انا عملت على اي قطع تانية مش شغالة مثلا زي الراوتر العادي الراوتر مثلا زي ما احنا شايفين كده هعمل وهعمل ستارت بيه طبعا ما فيش اه زي ما احنا شايفين البنج شغال معي هوات عادي تمام. هبدأ مع بعض يا شباب ان احنا نقفل الروتر اللي بعمل عليه بينج ده هوات. هقفل الروتر معي علشان يشوف هل بالفعل عمل او فصل معي ولا لا. زي ما احنا شايفين ننتظر اللحظات. هيبدأ يفصل معي او يعمل زي ما احنا شايفين هوات. بدأ ان هو يقول لي ما فيش رابط ما بينك وبين الروتر. زي ما احنا شايفين تحت شباب. يعني البرنامج رائع واكتر من رائع. طبعا قلت لازم او بنصح كل الشباب اه في مصر او الوطن العربي. ناس شغالة في الشبكات او الناس اللي هي شغالة في مجال الكمبيوتر. الناس اللي شغالة في مجال مجال الناس اللي هي شغالة في مجال شركات البرنامج بقى كويس معك على الموبايل هيقدر يفيدك في حاجات كتيرة جدا جدا. طبعا من خلال اقولت ايه? هنقدر ان احنا نشتغل بدون اه نحنا يكون معنا اللاب توب. طبعا هعمل او اشغل الروتر تاني يا شباب معي. هشغل الروتر تاني وهشوف هل بالفعل هيعمل بنج تاني هيربط معي بالفعل البرنامج رائع واكتر من رائع. البرنامج زي متو شايفين الايكونة بتاعته يا شباب هيت. هننتصر لحظات معنا هيبدأ ان هو يربط تاني ما بينه وبين الروتر. طبعا هفتح معي الواي فاي لحظات صغيرة كده هيربط معي. طبعا قلت يا شباب بعض البرامج المهمة لانزمة الموبايل او انزمة الاندرويد بابدأ انزلها الفترة الاخيرة او في مصر الوطن العربية. قلت الموبايل النهاردة اا يعني وسيلة سهلة جدا جدا في الانتقال او في التحكم. طبعا كلنا لا غنى عن الموبايلات الاندرويد اللي انتشرت الفترة الاخيرة. السامسونج او السونج او الالي جي او الهواو او اي ماركة طبعا. قلت النهاردة البرنامج جميل جدا جدا. طبعا هننتظر لحظات يا شباب. ونبدأ نفتح الواي فاي معي هوت. ونربط على الاورنج او الشبكة الموجودة الاورنج معي. هننتظر لحظات ونشوف بالفعل هنضغط على ستارت. يبدأ بالفعل ان هو يربط معي تاني على نفس ال اي بي ادرس. اشكركم وبنرجو من الاعضاء عمل مشاركة للموضع المهمة لمدوانة مايكروتيك افريقيا. واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة